السلام عليكم مع بدء تخفيض الأسعار مفاجآة في سعر اللحمة البلدي والمستوردة بالأسواق تراجعت أسعار اللحم بالأسواق مع الإجراءات التي اتخطها الدولة مؤخرا من وضع سعر عدل للجنيه مما قد نهائيا على سوق السوداء وأيضا الإفراجات الجمركيات ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلاع بعد هابوت سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر الصرف الدولار وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعار اللحوم خاصة بعد اتفاق الرئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلاع انخفاض أسعار اللحوم قال مصطفى واهبة الرئيس شعبة القصابين بالغرفة التجاريات بالقاهرة إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ 230 جنيه وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة وأوضح واهبة في تصريحات له أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيه متوقعا انخفاضا جديدا لسعار اللحمة وأكد عدد من المسؤولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلا رمضان والتي توثر لحوة متزجة ومجمدة بأسعار مخفضة فضلا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقا لاستيراد اللحوم وتقدم معارض أهلا رمضان لحوة متزج بين 250 و 270 جنيها للكيلو الواحد أسعار اللحوم المرتفعة وأهمية أكد هيثم عبد الباسد رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية وقال هيثم عبد الباسد في تصريحات تليفزيونية إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في سوق وأهمية مضيفا هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لعشرين في المئة داخل الأسواق وتابع هيثم عبد الباسد نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لمئة وعشرين جنيها للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصريات ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير وفي سياق آخر قال إيهاد صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعي الطبيعية وأضاف إيهاد صابر أنه بمجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل ولذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024 وكانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط بشكل مفاجئ وسريع حيث زادت بمتوسط مئة جنيه في الكيلو الواحد وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزار بين 320 و340 جنيه للكيلو بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 400 جنيه أسعار اللحوم اليوم ويرسق صد البلد في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأحد السابع أربع ألفين وأربع وعشرين في الأسواق والمنافذ الحكومية سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنيات ألفين سعر اللحمة البقري 280 جنيه للكيلو السعر البوفتي كاوليستيك 325 جنيه للكيلو السعر الكبدة الطازجة 280 جنيه للكيلو السعر اللحم واشفى خده 300 جنيه سعر الموزة 295 جنيه للكيلو سعر عرق الفلتو 350 جنيه سعر اللحم البقري تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 وأربعمائة جنيه يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 وأربعمائة وعشرين جنيه يتراوح سعر كيلو اللحم الجملة ما بين 330 جنيه يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 وأربعمائة وثمانين جنيه يتراوح سعر كيلو اللحم البتلوى ما بين 350 وأربعمائة جنيه سعر اللحم في وزارة الطموين سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازجة نحو 280 جنيه ووصلت أسعار اللحم السودانية المجمدة نحو 160 جنيه للكيلو وسجلت أسعار اللحم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيه للكيلو منافذ وزارة الزراعة بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيه سجل أسعار اللحم الضأن مئة وخمس وثلاثين جنيه وصل سعر كيلو الكبد لمستوى 135 جنيه وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيه بلغ سعر كيلو اللحم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة إن الأزمات الاقتصادية العالمية تتؤثر على الدولة المصريات وتؤثر على السوق وقال صالح في تصريحات تلفزيونية رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصريات ولا يوجد نقص وأضاف هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلف وتخفيض أسعارها في الأسواق وتابع سعيد صالح وزير الزراعة لعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراج كبير وأكمل مبادرة خير مزرعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذ على مستوى الجمهور وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم